نهاية سنة ربعة بنكمل كلامنا عن المفهوم الأول التكيف والبقاء طبعاً زي ما احنا تكلمنا في الجزء الأول وعرفنا إزاي الحيوانات بتقدر أن هي تتكيف في البيئة اللي هي موجود فيها علشان تحمي نفسها من الانقراض أو تحمي نفسها من الأعداء برضو هل الكائنات التانية اللي هو النباتات بتقدر أن هي تتكيف مع البيئة اللي موجودة فيها عشان تحمي نفسها هنعرف ده دلوقتي مع بعض عندنا أول مثال شجرة الصنط شجرة الصنط يا سنة ربعة أول حاجة بتحتاج لمية قليلة يعني مش بتحتاج مياه كثيرة يبقى المياه بتكون قليلة جداً طب بتوجد فين شجرة الصنط بتوجد فيه غابات السافنة طيب شجرة الصنط بتكون عالية الارتفاع وبتكون الأوراق بتاعتها عليها أشواك حد علشان تحميها بتخزن المياه بتاعتها في الجزء وكمان عندها جزر وطة دي الجزر الوطة دي سنة ربعة بيكون طويل طويل بيصل إلى 35 متر بحيث أنه هو يقدر يوصل أو يبحث عن المياه كمان شجرة الصنط لما بتقترب منها الحيوانات وتبدأ تقطف في الأوراق بتاعتها بتبدأ إن هي تفرز سم علشان السم دوت يجعل طعم الأوراق بيكون سعيد فبالتالي ده تكيف سلوكي طيب كمان بتبدأ إن هي تبعت رسائل رائحة كريهة في شكل رسائل الأشجار اللي حواليها بحيث تحذرها في إن في حيوانات بدأت تيجي في المكان وبتقطف الأوراق تاني حاجة عندنا شجرة الكابوك شجرة الكابوك يا سنة ربعة المياه بتاعتها بتكون وفيرة طيب الموطن موجودة فين؟ موجودة في غابات الأمازون المطيرة الأوراق بتاعت شجرة الكابوك بتكون على شكل الشبكة بتكون شبكية الأوراق بتشبه بالضبط كف الإيد أو راحة اليد فبالتالي هي بتسمح بمرور الرياح من خلال هذه الأوراق عشان هي على شكل الشبكة كمان عندها جزور داعمة وجزور الداعمة دي بتكون قوية فبتجعل الشجرة سابتة بتفرز رائحة جميلة بخلاف عكس أو عكس شجرة الصنط لأن شجرة الصنط بتفرز رائحة كريهة لكن شجرة الكابوك بتفرز رائحة جميلة الرائحة الجميلة دي بتجذب الخفافيش كمان شجرة الكابوك بنلاقي إن الرياح بتحمل البذور الصفراء الناعمة لحد شجرة الكابوك بعد كده عندنا أشجار المانجروف أشجار المانجروف بتوجد في بيئة مالحة طيب إزاي بتتكيف أشجار ديت في البيئة اللي هي موجودة فيها عندها جزور طويلة والجزور ديت بتكون قوية جدا عشان تقدر تقاوم الأمواج بعد كده عندنا ظهرة اللوتس ظهرة اللوتس يا سنة ربعة بتوجد في المستنقعات وزا ما احنا شايفين في الشكل كده عندنا بنلاقي إن الأوراق بتاعتها بتكون عريضة علشان تقدر تمتص أكبر قدر من إيه من دوق الشمس بعد كده عندنا أشجار السنوبر أشجار السنوبر يا سنة ربعة بتوجد في بيئة تلجية طيب إزاي بتتكيف أشجار السنوبر بتقدر إن هي زي ما احنا شايفين شكلها كده على شكل مسلس فبالتالي لما بتيجي التلج ينزلك أو يقع التلج عليها بيبدأ ينزلك فبالتالي الفروع بتاعتها ما بتتكسرش بعد كده عندي التين الشوكي التين الشوكي يا سنة ربعة موجود في الصحراء الجفة طيب إزاي بيتكيف التين الشوكي في البيئة اللي هو موجود فيها عنده أشواك حدة علشان تمنع الحيوانات إن هي تكلوا بعد كده هنتكلم على الجهاز الهضمي في الإنسان طيب في الجهاز الهضمي في الإنسان أول حاجة عملية الهضم يعني إيه أصلا عملية الهضم؟ العملية دي إن أنا ببدأ أحول الغذاء أو الطعام من أجزاء كبيرة لأجزاء صغيرة عشان جسم يستفد منها يبقى عملية الهضم هي إيه؟ هي تحويل الغذاء من مواد معقدة إلى مواد بسيطة ليستفيد الجسم منه طيب الجهاز الهضمي للإنسان بيتكون من إيه؟ زي ما إحنا شايفين مع بعض كده في الصورة أول حاجة الفم وبعد كده عندنا البلعوم والمريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليزة يبقى يتكون الجهاز الهضمي من الفم والمريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليزة طيب كيف تتم عملية الهضم؟ إزاي بتتم عملية الهضم يا سنة ربعة؟ أول حاجة بيبدأ عملية الهضم من الفم طيب يبقى الفم بيبدأ بهضم الطعام طيب إحنا عارفين إن الفم موجود فيها إيه؟ موجود فيها الأسنان تبدأ الأسنان تفتت الطعام وتطحنه كويس جدا طيب يقوم اللعاب يعمل إيه؟ اللعاب بيساعد الطعام ده إنه هو يترطب وكمان يبلعه إيه؟ يتم بلعه بسهولة بعد كده الفم يبدأ يبدأ الطعام لفين؟ للبلعوم نبلع الطعام ينزل من عند البلعوم يروح على فين؟ يا سنة ربعة يروح على المريء المريء بقى عبارة عن أنبوبة الأنبوبة دي عبارة عن عضلات بتساعد إن هي تدفع الطعام عشان توديها لمن على المعدة ينزل الطعام على المعدة يا سنة ربعة يبدأ إنه هو يخلط الطعام كويس جدا بعصارة هادمة موجودة داخل المعدة تسمى العصارة الهادمة اللي هي الإنزيمات الطعام بيفضل في المعدة عدة ساعات وبعد كده بيبدأ يتحرك الطعام من المعدة علشان ينزل على مين؟ برافو على الأمعاء الدقيقة طيب الأمعاء الدقيقة يا سنة ربعة بتعمل إن هي بتهدم الطعام وبتبدأ تحول الطعام إلى عناصر غذائية يبقى الأمعاء الدقيقة يا سنة ربعة بتعمل إيه؟ بتطعم بتهدم الطعام وبتحوله إلى عناصر غذائية وبتبدأ إن هي تنقل العناصر الغذائية لجميع أجزاء الجسم عن طريق مين؟ عن طريق الدم بعد كده ينزل الطعام بعد ما أخدنا منه العناصر الغذائية ينزل على الأمعاء الغاليزة طبيعي الأمعاء الغاليزة لازم تستفاد من الطعام هتبدأ تعمل إيه؟ هتبدأ أن هي تمتص جميع السوائل اللي موجودة في الغذائق وتترك الطعام في صورة فضلات ويبدأ الطعام يخرج من الجسم خالص عن طريق فتحة الشواء بعد كده لو جينا نتكلم على الجهاز الهضمي للكلب والبكرة طيب الجهاز الهضمي للبكرة إحنا كلنا عارفين أن البكرة دي آكلات عجب يعني بتتغذى على الأعشاب لو جينا نشوف البكرة هنلاقي أن الفم بتاعتها عندها الأسنان بتكون مستوية ليه بتكون مستوية؟ علشان تقدر أن هي تاكل العجب كمان كورنال هضمية بتاعة البكرة بتكون طويلة والمعدة بتكون بتتكون من أربع حجرات زي ما باين في الصورة قدامنا كده طيب ليه بتكون من أربع حجرات؟ علشان تقدر أن هي تهضم العجب كويس لأن هضم العجب بيكون صعب بعد كده عندنا الجهاز الهضمي للكلب طبعا إحنا عارفين أن الكلب ده آكلات لحوم بيتغذى على اللحوم طيب الفم بتاع الكلب بتكون موجود في أسنان حدة عشان تناسب أن هي تبدأ تقطع الطعام كمان بيمتلك معدى واحدة بس القناة الهضمية بتكون أقصر من القناة الهضمية للبكرة كمان المعدة قلنا معدى واحدة بس مش متقسمة إلى حجرات زي ما تكلمنا في البكرة وليه المعدة في الكلب بتكون معدى واحدة لكن في البكرة بتكون مقصمة إلى عدة حجرات لأن هضم الطعام يا سنة ربع في اللحوم بيكون أسهل من هضم الأعشاب بعد كده هنتكلم على الجهاز التنفسي في الإنسان طيب عملية التنفس يعني إيه عملية التنفس؟ يعني عبارة أنا أخرج الهوى المحمل بساني أكسيد الكربون ودخل هوى محمل بالأكسجين يبقى عملية التنفس يعني إيه؟ يبقى أنا أدخل هوى في أكسجين وخرج هوى في ساني أكسيد الكربون ده عشان أحصل على الطاقة فده اسمه عملية التنفس يبقى عملية التنفس هي عملية دخول الهواء المحمل بالأكسجين وخروج الهواء المحمل بساني أكسيد الكربون للحصول على الطاقة طيب الجهاز التنفسي في الإنسان بيكوّم من إيه؟ في الشكل كده زي ما احنا شايفين قدامنا بيكوّم من الأنف وبيكوّم من الحنجرة وبيكوّم من القصبة الهوائية والشعبتين الهوائيتين والرئتين ده مين ده؟ ده الجهاز التنفسي طيب لو جينا نتكلم على أهم عمليتين بيحصلوا في الجهاز التنفسي وهي عملية الشهيق وعملية الزفير في عملية الشهيك سنة ربعة بيبدأ الحجاب الحاجز بينقبض معنى ان الحجاب الحاجز بينقبض في عملية الشهيك احنا عارفين في عملية الشهيك هيبدأ الانسان يعمل ايه هيدخل او هيتنفس هوى في غاز الاكسوجين يبقى هيدخل هوى في غاز الاكسوجين اول ما يعمل عملية الشهيك ويتنفس ويدخل غاز الاكسوجين هيبدأ ينقبض الحجاب الحاجز طيب يعني ايه ينقبض هيبدأ يتحرك الى اسفل طيب الكفص الصدري هيحصل العكس هيبدأ القفص الصدري يتسع طيب يبقى في عملية الشهيك بينقبض الحجاب الحاجز وبيتسع القفص الصدري طيب الهوى اللي هيدخل في عملية الشهيك هيكون هواء محمل بإيه؟ محمل بالأكسجين الهوى ده سنة ربع بيدخل يا إما عبر الأنف يا إما الفم طيب في عملية الزفير بقى بيحصل العكس طيب في عملية الزفير أنا هخرج هواء محمل بإيه؟ محمل بغساني أكسيد الكربون طيب هيبدأ يحصل عندي ان الحجاب الحاجز هينبسط يعني ايه ينبسط هيبدأ انه هو يتحرك لفوق يتحرك الى اعلى طيب الكفص الصدري هيبدأ انه هو يضيق طيب الهوى اللي خرج من عندي اللي هيبدأ انه هو يخرج من الرئة هوى محمل بايه محمل بغاز ثاني اكسيد الكربون طيب هيخرج منين الهوى ده برضو هيخرج من الانف او الفم بعد كده هنتكلم على التنفس في الاسماك التنفس في الاسماك يا سنة ربعة احنا عارفين ان الاسماك ما عندهاش رئة زي الانسان فبالتالي اكيد هيبقى عندها عضو تاني هتبدأ ان هي تستخدمه علشان تحصل على الاكسجين علشان تقدر تتكيف في البيئة المائية اللي هي موجودة فيها طيب الاسماك دلوقتي تمتلك ايه علشان تقدر تتكيف بدلا من الرئة عندها الخياشيم طيب الخياشيم ده سنة ربعة تكايف تركيبي ولا تكايف سلوكي برافو تكايف تركيبي لانه هو عبارة عن تغير في جسم الايه في جسم الكائن حاجة في التركيب بتاع الكائن اللي عندي يبقى الخياشيم ده تكايف تركيبي طيب بتبدأ التنفس ازاي الاسماك بتتنفس خلال الخياشيم بتبدأ المياه يا سنة ربعة تدخل للسمكة من الفم أول ما المياه تدخل من الفم للسمكة بتبدأ أن هي تدخل على الخياشين تبدأ الخياشين تتخلص من أو تاخد الأكسوجين من المياه وتبدأ أن هي تخرج المياه من الجانب الآخر ويكون المياه دي محملة بغاز ثاني وأكسيد الكربون طيب الخياشين دي موجودة فين؟ موجودة على الجانبي للسمكة جانبي جسم السمكة موجود الخياشين يبقى الخياشين يا سنة ربعة عرفنا أن الأسماك بتتنفس من خلال الخياشين المياه بتدخل من الفم تبدأ الخاشيم تاخد المياه اللي دخلها دي تاخد منها الأكسوجين وتخرج المياه فيها غساني أكسيد الكربون طيب بعد كده عندي البرمائيات البرمائيات يا سنة ربع يعني إيه برمائيات؟ يعني حيوانات بتقدر إن هي تعيش فيه البر وتقدر تعيش في المياه فبالتالي عشان تعيش في البر عندها إيه؟ عندها رئة تقدر إن هي تستخلص غاز الأكسوجين عشان تقدر تتكيف وتتنفس طيب إزاي بقى البرمائيات؟ هتبدأ إن هي تعيش في المياه أكيد هي عندها رئة تقدر إن هي تعيش في البر وفي الجو زي الإنسان لكن لو نزلت في المياه إزاي هتتكيف وإزاي هتتنفس في المياه؟ طيب لو إحنا خدنا مثال زي الضفاضع الضفاضع يا سنة ربع عارفين إن هو بيغطي جسمها جلد الجلد ده بيكون رطب فبيسمح بدخول المياه اللي موجود فيها الأكسوجين ويبدأ الجلد إن هو ينتزع أو ياخد الأكسوجين من المياه ويبدأ يخرج تاني المياه محملة بالأكسيد الكربون تبدأ إن هي تخرج يبقى بيدخل المياه من خلال جلد الضفاضع بيكون إن هو محمل بالأكسوجين فبتبدأ الضفاضع تستفاد من المياه بعد كده هنتكلم على تأثير الإنسان على البيئة إزاي الإنسان يا سنة ربعة بيأثر على البيئة اللي هو بيعيش فيها عندنا هنا قبل ما نعرف لازم نعرف يعني إيه نظام بيئي النظام البيئي دي عبارة عن مكان أو مساحة طبيعية موجود فيها كائنات حية وكمان حاجات غير حية بتبدأ إن هي تتفاعل أو ترتبط مع بعض علشان يكون في حياة طيب يبقى النظام البيئي هي عبارة عن مساحة طبيعية بتحتوي على كائنات حية وأشياء غير حية ترتبط معا لبقاء الحياة طيب إيه هي الأنشطة البشرية اللي بيقوم بيها الإنسان الأنشطة البشرية دي ممكن تكون أنشطة كويسة الإنسان بيقوم بيها أو أنشطة ضرة بتأثر على البيئة زي مثلا الزراعة دي حاجة كويسة الإنسان بيعملها زي بناء المجتمعات زي الصناعة كمان زي ملء المستنقعات دي كلها أنشطة بشرية كويسة الإنسان بيعملها طيب إيه الحاجات تانية ممكن الإنسان يعملها تكون ضرة بالبيئة زي مثلا قطع الأشجار فبالتالي هو بيقلل من نسبة الأكسجين في الجو فأكيد دي حاجة مضرة بالبيئة كمان إزالة الكذبان الرملية يبقى الإنسان بيقدر أنه يؤثر على البيئة يئما بالسلب يئما بالإيجاب يعني يئما يؤثر بحاجة كويسة يئما يؤثر بحاجة ضرة بتسبب ضرر للبيئة طيب لو إحنا إزاي عايزين نعرف مع بعض دلوقتي إزاي الأنشطة البشرية بتأثر على الإنسان والبيئة طيب طبعا الإنسان نتيجة إنه هو هيبدأ يعمل أنشطة فهيبدأ إنه هو الأنشطة دي ممكن أكيدها تبقى مضرة بالبيئة طيب وممكن تكون نفعة للبيئة طب لو إحنا عايزين نتكلم على الأنشطة اللي هتضر البيئة أول حاجة عدم نمو المحاصيل الزراعية هيبدأ المحاصيل لو هو بدأ أنه هو يعمل تجريف للتربة ويأذي التربة الزراعية هنلاقي أن المحاصيل الزراعية مش هينفع أن هي تنمو تاني حاجة هنلاقي أنه هو مياه الشرب بتبدأ أنه هي تكون غير نظيفة كمان بيبدأ أن الهواء من نتيجة عوادم السيارات وعوادم المصانع الدخان اللي طالع من المصانع بيبدأ أنه هو يلوس الهواء كمان الضباب الدخان بيبدأ أنه هو يخلي التنفس بتاع الإنسان بيبقى صعب ويسبب إيه حساسية والتهابات على صدر الإنسان ويسبب صعوبة في التنفس بعد كده يا سنة رابع عندنا التقويم أكمل العبارات السابقة سؤال الأول نبات يتواجد في بيئة مائية إذن أوراقه تكون نقط لتمتص أكبر قدر من ضوء الشمس سؤال رقم اثنين الحيوانات آكلة العجب تتمتع بأجهزة هضم نقط لصعوبة هضم العجب بينما الحيوانات آكلة اللحوم تتمتع بأجهزة هضم نقط لسهولة هضم اللحوم سؤال رقم ثلاثة تستخدم الأسماك الأكسوجين الموجود في نقط سؤال رقم اربعة الجهاز الذي يمد جسم الإنسان بالأكسوجين يسمى نقط سؤال رقم خمسة يتكون الجهاز الهضمي من الفم والمريء ونقط منوأت منوأت سؤال رقم خمسة